على صعيد آخر فيما يتعلق بأبطالنا بقى في الألعاب الفردية عايزين نقولكم أن عبداللطيف منيع اللاعب المتخب الوطني المصرعة توج بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب القتالية 20-23 المقامة في المملكة العربية السعودية خلال منافسات المصرعة الرومانية بعد طبعا مفاز على بطل العراق عدم تكافؤ بنتيجة 9-0 كمان تمكن أدثنائي مصطفى جبر ومصطفى حسين بالفوز بميداليتين ذهبيتين لمصر في دورة الألعاب القتالية الحقيقة يعني نقدر نقول باختصار شديد أن أبطالنا عمين شغل ممتاز وأداء أكتر من رائع فيها هذه البطولة اللي بيشارك فيها أكتر من 1500 لاعب ولعبة قادمين من 120 دولة من جميع أنحاء العالم وهي النسخة الأكبر لعدد المشاركين في تاريخ دورات الألعاب القتالية على الإطلاق أكيد كل الإنجازات دي بتفرحنا وتسعدنا وبتطمننا على اللي جاي ونتمنى كمان نشوف ما هو أبعد من كده بكتير إحنا بقلنا فترة البلد في حالة إيه؟ نقدر نقول فيه طفرة رياضية إنجاز التعبير وفيه إرادة واضحة جدا ولا سيما حتى من قبل القيادة السياسية تمام؟ إن إحنا نهتم بأبطالنا وإحنا نصنع ونمهد الطريق لأبطال مستقبليين لو فيه عقابات نزللها يعني حتى من ضمن الكلام اللي تقال وحضراتكم أكيد تابعتم الحوار اللي دار ده بين سيادة الرئيس وبين السيد وزير الشباب والرياضة كان الكلام على المكشوف إيه اللي ناقصكم؟ محتاجين مدد محتاجين دعم إيه اللي ناقصنا عشان ولادنا ميرحوش برانا برانا فدي في حد ذاتها أعتقد إن هي وكأنها بالتعبير المجازي يعني كأن فيه طوبة ترامت في الماء الراجدة فنتج عندها حركة نتمنى أن الحركة بقى توصلنا لما هو أبعد من كده كمان في الإنجازات إن شاء الله في الفترة اللي جاي